اعلنت سعدة الاستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة عن اجازة مملكة البحرين الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد 19 واتحته امام الفئات الاكثر تعاملا مع المصابين في فيروس كورونا من ابطال الصفوف الامامية بشكل اختياري اعتبارا من اليوم بهدف توفير وسائل الامان لهم وحمايتهم من اي اخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم وعربت الوزيرة عن شكرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على توجيهات سموه لاعطاء الاولوية لابطال الصفوف الامامية بالحصول على التطعيم ومتابعة واهتمام سموه المستمرة لجهود الوزارة والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وحرصه على صحة وسلامة الجميع واكدت الوزيرة ان الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين التي تسمح بالترخيص الاستثنائي في الحالات الطارئة وتأتي اجازة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 استكمالا لجهود التنسيق والتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حيث اعلنت الامارات في شهر سبتمبر الماضي عن اجازة الاستخدام الطارئ لنفس اللقاح للعملين في الخط الدفاع الاول ووضحت الوزيرة ان انتشار الجائحة حول العالم تستوجب اتخاذ اجراءات سريعة لتمكين المنظومة الصحية من واصلة العمل على احتواء الفيروس وتقليل الاضرار والحفاظ على الارواح لافتة الى ان نتائج دراسات المرحلتين الاولى والثانية من التجارب السريرية اظهرت ان اللقاح امن وفعال كما تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وتجري هذه العملية تحت اشراف صارم من الفرق الطبية ووزارة الصحة وتسير المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لنفس اللقاح في مملكة البحرين بكل سلاسة ودون تسجيل اي اعراض خطيرة اشتركوا في القناة